رقي منشستور يونيتد الإنجليزي جوزيه مورينيو أن إدارة النادي قدمت عرضا جيدا وعادلا لضم هجم ريال مدريد الإسباني الفارو موراتا وفق ما قاله المدرب البارتغال في معسكر الفريق بالولايات المتحدة أن النادي لم يقصر في المفاوضات لجلب اللاعب مشيرا إلى أن العرض الذي تم تقديمه كان عادلا النادي تغاقت فيما بعد مع الدول البلجيكي رومي لوليو كاكو من صفوف إيفارتون في صفقة بلغت 75 مليون جنيه السرليني تصنيفات الخبر أخبار ريال مدريد أخبار سوق الانتقالات أخبار منشستور يونيتد الفارو موراتا